صباح الخير اليوم رح نعمل البشار بالحليب بطريقة مميزة جدا جربوا الطريقة لانه طريقة حلوة كتير الكبار والصغار رح يعشاؤها بداية عندي متل ما شايفين كوب من البشار او الفشار اكيد فيكن انتو تتحكموا بالكمية اللي بتكونيها بداية حطينا الزيت النباتي متل ما شايفين مباشرة رح ارفعهم على النار احباقي اذا اول مرة بتشوفوني وحبيتوا المحتوى وحبي نوصلكم مني كل جديدة نزلوا هلقنا تحت لاسفل الفيديو كبسوا اشتراك فعل الجرس واهم ما شي تكبسوا على كلمة الكن بهذه الطريقة بتكون ضميتوا لعائلتنا الكبيرة ويا اهلا وسهلا فيكن ورح توصلكم مني كل الاشعارات حطينا هون متل ما شايفين وغطينا هون بهذه الطريقة لحتى يفشروا بطريقة سريعة ما احلى البوشار هو عم بيفشر انه نتفرج عليه بيكون شكله كتير حلو اكيد متل ما شفتوا هالزات انا هون الطنجرة او الحلة كرمال ما يحترقوا معي من تحت لكو هالمنظر شي بشهي صراحة وهون عندي الوشار او الفوشار صاروا جاهزين رح نحطنا على جنوب رح نجيب كوب من السكر وبدي باشر بيت تدويبه كتير كتير منيح لانه بدنا نعمل الكراميل ووصفة بيبحث عننا الكيل طريقتها سهل احباقي واكيد وقت نحط السكر بقلب المقليم ما منضقره ابدا لانه بحال بلشنا نحرك فيه رح يكبتل كله على بعضه ومش رح يزبط معنا ابدا وقت يبلش يعطينا لون على الجوانب منصير بنعمل شوية شوية بهيدا الطريقة ومنصير مندخل السكر عليه بهيدا الشكل هيك نحنا منكون عم ندوبه بطريقة مظبوطة متل ما قالت لكم اذا بلشنا نحرك فيه رح يعطينا تكتلات ومش رح يزبط معي ابدا ابدا ساعتها فيه سكر حيدوب والسكر الباقي حيدال تكتلات ورح تبوز وتنتزع كليتا شفتوا الطريقة اللي انا بعملها شوي شوي هاي دي خطوات كتير مهمة فيه ناس كتير ما بيزبط مع السكر مع انه كتير سهل متل ما شفتوا بنعمل بهذه الطريقة هون بعد ما ديب السكر انا بانتظار لانه بعد فيه حبيبات خفيفة مانا ديب كتير بانتظار انه يضوب كله مع بعضه تغير اللون وقت تغير اللون شوي منضيف زبدة منصير منحرقون كليتهم بيقلب بعض احب بيخبروني حضراتكم من اي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو هيدا الموضوع بيستعدني جدا وكمان هلق اعملوا مشاركة على صفحاتكم هلق 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 على كل صفحاتكم لكل الناس وكل الاصحاب يستفيدوا من هاي دي الفكرة اللي كتير حلوة هوني ببلش بنزل الحليب شوي شوي متل ما شايفين وراح يضوب معي اكيد انا هوني مخفيف النار وبنطر لحتى يضوب معي السكر كله هيدو كله حيدوب بس ننطر شوي اهم شي نشتغل بهيدي الطريقة بخطوات مظبوطة وكل شي بيثبت معانا هوني عندي تقريبا السكر صار دايب على الاخير هوني نحنا عم نعمل كراميل لذيذ جدا نشوفوا اسم الله هون بعده المزيج منه تقيل بدي انطر لحتى يتقل ما رح نضيف شي بس قبل ما انطر انه يتقل رح قيم شوي صغيري وحطهم على جنب هنقيم بعد شوي خلص هلقدي بيكفي رح اول نار شوي صغيري اللي حتى ساعد البخار انه يعني يتصاعد شوي منه وساعتها هيك بتشد بطريقة سريعة وصلنا لهيد المرحلة متل ما شايفين شايفتوا كيف صاروا معي تشتدوا تكرملوا وصاروا جاهزين رح نشيلهم ونحطهم على البشار او الفشار مباشرة عملنا قطيب وقلاز بشار بنكهة الكراميل لذيذ جدا احباقي غير شكل متل ما قلتلكم الكبار والصغار رح يعشقوها ومتل ما شفتوا بالبدي انا ما حطت ملح ابدا ابدا بقلب البشار اذا بدكم فيكم تحطوا رشة ملح خفيفة بالكراميل لتعادل النكهة هون متل ما شفتوا خلطتوا كلها وصاروا جاهزين رح ننتقل مباشرة على البقوة اللي انا حطيتهم عجنب رح نضيف بودرة الكاكاو المرة انا هايدي بعشقة بعشقة حرفيا الكراميل بحبوها ولادي وكل العائلة بس انا بحب هايدي الطريقة كراميل هايك دايما وقت اعمل البشار بالكراميل بعمله بطريقتين طريقة الاولى بالسكر والكراميل والطريقة التانية بعمله بسكر وكراميل والكاكاو بتطلع نكهة شي بياخد العقل ننطر كمان لحتى يشتدوا كتير منيح وصار عندي كراميل بنكهة الشوكولات بيني بعد ما عملتولو مشاركة للفيديو ولو يلا نزلو وعملولو مشاركة لكل اصحاق كنوا خبروني ان كنوا عملتولو مشاركة لحتى كل الناس تستفيد ما تبخلوا عليه ابدا لانه عن جد بيستيعد شفتوا اسم الله اذا بقلكم الريحة شي بيشق القلب ريحته كتير طيبة خاصة لعشاء الشوكولات شفتوا اسم الله غير شي قلتقل مع المزيج بسرعة رح شيلون وحطن على البشار البقين مع انا تركت شوي صغيري لقلي هياهم متل ما شايفين ورح حطوا المباشرة فوقهم شفتوا الألوان شوكولات بنكهة الكراميل دايب ضوابين شي بيشه شي بياخد العقل أحبائي الصورة تتحدث يعني قد ما قلتلكم طيبة مش حدثته عملوها وجربوها وفعلا شي قدمان حنحرقون كلتهم بقلب بعض متل ما شايفين وهيك بنكون احنا عملنا البشار بالكراميل وبشار كمان بكراميل بس بنكهة الشوكولات طريقتين مميزين والنكهة مختلفة تماما نكهتون كتير مختلفة عن بعض فاجربوها وهلأ رح دوقن لأنه عشق البشار بنكهة الكراميل والشوكولات هيدا عشق لزمانا ما شاء الله غير الشكل شفتوا رائعين أنا بدي ودعكم بحبكم بوسيتي كتير إلى اللقاء شكرا لزمانا